موسيقى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته دقائق إخبارية أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة دكتور رشاد العليم اليوم وفدا عسكريا مصريا رفيع المستوى برئاسة اللواء أركان حرب محمد إسماعيل عبد الفتاح وفي اللقاء الذي حضره وزير الدفاع للفريق الركن محسن الداعري رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالوفد العسكري المصري مشيدا بالتطورات النوعية التي تشهدها جمهورية مصر على مختلف الأصعدة وخصوصا في المجالين العسكري والأمني في ظل قيادتها الحكيمة وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي موقف مصر الثابت إلى جانب الشعب اليمنى وقيادته السياسية ونظامه الجمهوري وصولا إلى دورها الفاعل ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية أكد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك ترحيب الحكومة بكافة المبادرات الرامية لإنهاء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثية الإرهابية وبما يكفل رفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته بإحلال السلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وبالأخص القرار 22-16 وبحث وزير الخارجية مع سفير الولايات المتحدة لدى بلادنا ستيفن هاريس فاقين مستجدات الأوضاع والجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن وعشر وزير الخارجية إلى اهتمام الحكومة اليمنية بتعزيز أوجه التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات الثقافية والاقتصادية والأمنية وعشد وزير الخارجية بجهود السلطات الأمريكية في حماية الآثار والممتلكات الثقافية اليمنية والتي تكللت مؤخرا باستعادة بلادنا لعدد من القطع الأثرية الهامة والتي تمثل موروثا ثقافيا مهما للشعب اليمني من جانبه جدد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم للجهود التي يبدلها المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام في اليمن مجددا دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي وأمن اليمن ووحدة واستقراره أدانت الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة البيضاء جريمة اقتحام ميليشيا الحوثي الإرهابية لقرية الدمات بمديرية السوادية بحملة غادرة مكونة من عشرات الآليات العسكرية ومحاصرة قريتهم من كل اتجاه بطريقة همجية ومدهمة المنازل القريبة واختطاف العشرات من المدنيين الأبرياء ونهب كميات كبيرة من مقتنيات المواطنين الخاصة من داخل بيوتهم وقالت الأحزاب في بيان لها إن هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وأكدت أن هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من عزيمة قبيلة السواد وقبيلة قبائل البيضاء عامة ولن تزيدها إلا عزما على مواقفها الجمهورية السبتمبرية وناشدت أحزاب البيضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى سرعة التحرك وحشد الجهود لتحرير محافظة البيضاء معتبرة ذلك السبيل الوحيد لوقف الأعمال الإرهابية لميليشيا الانقلاب ودعت الأحزاب أبناء المحافظة والشعب اليمني عامة إلى توحيد صفوفهم حتى يتمكنوا من القضاء على انقلاب ميليشيا الحوثي وانتزاع كرامتهم وإعادة دولتهم استنكرت دائرة التوجيه والإرشاد في التجمع اليمنية للإصلاح بأمانة العاصمة ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي من عدوان على مسجد السنة في المدينة السكنية بسعوان وأذن رئيس دائرة التوجيه والإرشاد للإصلاح بأمانة العاصمة الشيخ محمد علي حسن اقتحام ميليشيا الحوثي المسجد واقتياد عدد من طلاب العلم إلى السجن وأكد في تصريح للإصلاح نتن ما اقترفته الميليشيا بحق مسجد السنة جرأة وعنجهية لا يقرها الشرع ولا العرف ولا الأخلاق وأهب الشيخ محمد علي حسن بالمواطنين وكل فئات المجتمع الوقوف أمام هذا الإجرام في حق بيوت الله ترأس وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي يوم أمس اجتماعا للجنة المراكز الصيفية المشكلة من المكاتب المعنية لمناقشة احتياجات إقامة مخيمات الكشافة والمراكز الصيفية للنازحين شرق المحافظة في مارب وذلك بحضور وكيل المحافظة المساعد للشؤون الفنية الدكتور صالح جمال والشؤون المالية يعقوب العامري وأكد الحاشدي على أهمية المراكز الصيفية ومخيمات الكشافة في تعزيز الهوية اليمنية وتحسين الشباب من الأفكار العنصرية مشيرا إلى ضرورة الإسراع في إقامة المراكز لما لها من أثر في توعية النشأ بمبادئ وقيم الجمهورية والثورة ومواجهة الأفكار الضالة والمنحرفة وأقر الاجتماع إقامة 15 مركزا صيفيا ومخيما كشفيا وتضم 2600 طالب في مختلف تجمعات النازحين شرق الجوف وفي مارب كشف تقرير أممي عن نزوح أكثر من 18 ألف يمني منذ بداية العام الجاري 2023 لأسباب متعلقة بالحرب وتسبب الثمان سنوات من الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثية على الشعب اليمني في نزوح أكثر من 4 ملايين ويمني داخليا حيث يعيش نحو 40% من النازحين في مواقع نزوح غير رسمية ولا يحصلون على الخدمات الأساسية بالشكل المطلوب أشهد محافظ محافظة المهرى محمد علي ياسر بدور الأجهزة الأمنية والقضائية وإسهامهم في معالجة القضايا المرتبطة بالمواطنين والعمل على الارتقاء بالسلك القضائي في المحافظة وناقش المحافظ مع رئيس المحكمة القضائية القاضي سالم سعد أحمد المقدم ورئيس نيابة استيناف المحافظة القاضي إبراهيم بن زين أوضاع محكمة استيناف المهرى والصعاب والتحديات التي تواجه عمل المحكمة والعمل القضائي بشكل عام خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا المعلقة وأكد بن ياسر وقوف السلطة المحلية إلى جانب القضاء وتعزيز عمل المحاكم والنيابات وتطويرها ورفع كفاءتها بما يضمن تطبيق القانون وتحقيق العدالة وحماية حقوق الناس اختتمت فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد في محافظة مارب والذي جاء تحت شعار قواعد المرور سلوك حضاري وخلال حفل الاختام أشاد وكيل أول وزارة الداخلية اللوارك محمد سالم بن عبود بالجهود التي بذلتها السلطة المحلية لإنجاح فعاليات الأسبوع واستعرض مدير شرطة مارب العميد يحيى حميد أبرز الفعاليات التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع المروري كما أشاد مدير عام شرطة السيب وزارة الداخلية العميد عمر بام شموس بدور كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح فعاليات أسبوع المروري العربي في مارب مؤكدا على أهمية تواصل دور رجال المرور من أدل تحقيق السلامة المرورية للجميع اختتمت إدارة شرطة السير في وادي وصحراء حضر موت اليوم فعاليات أسبوع المروري العربي للعام 2023 تحت شعار قواعد المروري سلوك حضاري وعشاد نائب مدير عام الأمن والشرطة لشؤون الوادي العقيد حسن عوض مقشم بجهود رجال شرطة السير في الميدان خلال فعاليات أسبوع المروري العربي مؤكدا حصى قيادة الأمن والشرطة على دعم شرطة السير لتنفيذ المهام الموكلة إليهم مشددا على حسن الأخلاق والتعامل الراقي مع المواطنين بدوره اتشار مدير إدارة شرطة السير بالوادي والصحراء العقيد فائز عوض العامري إلى ما تم تنفيذه خلال أيام الأسبوع من أنشطة توعوية لتنظيم حركة السير موضحا بأنه سيتم تنفيذ حملات أمنية ومرورية للمركبات غير المرقمة وضبط المخالفين لقوانين المرور نفذ موظف مكتب الصحة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة والكاذر الفني والإداري بمستشفى الشهيد الدفعة يوم أمس وقفة احتجاجية للمطالبة بسرعة إحالة قتلة مدير مكتب الصحة بالمديرية الشيخ عبدالله الباني إلى القضاء ورفع المحتجون لافتات تطالب الجهات المختصة بإحالة الجنات للقضاء العادل وأشاد رئيس نقابة الأطباء بمديرية بيحان علي دويحان بمناقب الشهيد ومسيرته خلال توليه منصب مدير مكتب الصحة والمستشفى وتحسن الخدمات الصحية في عهده وأكد المشاركون في الوقفة أن مقتل الباني يمثل خسارة فادحة في الجانب الصحي والخيري في المديرية حيث كان للشهيد دور كبير في تطوير العمل في المستشفى والمراكز الصحية بالمديرية أعلنت البحرية الأمريكية مصادرة شحنة من الهروين من علامة سفينة صيد أثناء عبورها خليج عمان في عملية ضبط للمخدرات الثانية خلال الأسبوع وأوضحت البحرية الأمريكية في بيان لها أن قطاع الاستجابة السريعة التابع لخفر السواحر الأمريكي صدر ألفا وتسعمائة وأربعة وستين كيلو جراما من الهروين على متن سفينة تعمر المياه الدولية بعد مغادرة ميناء شاه بهار في إيران وأشار البيان إلى أن واشنطن تعمل مع الشركاء الإقليميين لتعطيل أي نشاط بحري مزعزع للاستقرار في المنطقة يشار إلى أن البحرية الأمريكية صادرت الإثنين الماضي شحنة مخدرات من سفينة صيد في المياه الدولية في خليج عمان بعد مغادرتها ميناء شاه بهار في إيران دقائقنا الإخبارية انتهت هذا علي عزي يحييكم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة